موسيقى هنما توجد روحك معزول هنما توجد روحك مظلوم هنما توجد روحك هنما عندك حتى حل وانتي بين 4 حيوت 8 شهر وانتي ملوح في مختطف وملوح في سيلون بدون اي موجب اتهامات 17 اتهام بدون اي دليل استوفينا كل امكانيات المحامين استوفاوا كل امكانيات يعالجوا في التي في الخوار فبتبيعتك انك ترجع بتبيعتك انك ترجع باش تدافع عن نفسك شا عندك في الحبس؟ عندك بدنك انا عملت 33 اضراب دونك فاهم جوهر عالش عمل اضراب لانه هو دايورك انا جاني عدة مرات وانا في اضراب جوع في برجرون ايه متى هو اخت صغير عاش في جوه يعرف كونه البدن يدافع كذلك فجوهر التجاي لبدنه انا كابو نتقلم كمناظر نسند طبعا الجوع كافر جاتوا كريزات زوز كريزات في السجن ملقى حتى عناية يكتب عليك اللي يقولك البارح يوم الاثنين في المنتصف النهار حاجة من اوه هداكة هو جابوه للمحامين منذلك يجاه شوية طاح هزوه قالوا مش هزوه للمستشفى بصدفة دليلها بنتي لأخته محامية متاعو حاوت بشتخلط مراحها الا ولا البوليسية اللي اللي مفروض يعاونوا والمفروض يوريوها ويهزوها معاهم حزوها في الثنية باش ما تتعداش باش خلوه الهلمة تتعدى خطر ما يمشيش واحده في كرهب ومكنيش منحوزوه في تاكسي ما يصح حتى شي ما يجرى هلمة كبيرة عامل القاوق الفارغ الفقراء في المخ الكرهب المتسلفة بالديون وليسانس وشهريات ضائعة هزو قعدنا كلمتني قعدنا اللوجو احنا يجي أربعة والخمسة من الكرهب من سبيطار لسبيطار مشينا من المرسى للشارنيكول للرابطة المستشفى العسكري لأنه توحنا به في الحبيب ثامر بنت منتي طبيبة تخدم طبيبة مختصة في الانعاش دخلت لقات البيت سألت على خالها معنى الانسانية ما تماش معنى حبيت نقولك دوب لاش شفاء حالت الباب والقال إلا والبوليسية عشرة بوليسية والعشرة داشنوا هما هجموا عليها هكا كبرها هجموا عليها عشرة هكا كبرهم وعنفوها وهزوها وجابوها واخذت ثم حجزوها لمدة ثلاث ساعات كانوا ملقاوه كانوا مكتشفوا كنز شفت الفقر فكري كيفاش شفت التخلف ونيوصل شفت البشاعة متاع النظام تو هذا أنه طبيبة تمشي تشوف خالها تختطف بالدرجة بشكلك الفضيحة ذاك ثم هزوها السيد البشير ملك السيد البشير غاديك عملوها محضر أوراقوا فلوسوا ومليارات ماشية كاكة باش يظهرون كالهيب الفارغ احنا نعرفوكم فارغين نعرفوكم ما تسوى حتى شي حتى شي أنا متأكد أن الأجهزة هي أجهزة قمعية لا تصلح لبناء تونس هي تحدم في تونس بنتي ما عنا ش سلطة يكون واضحين وصارحين ويزين من المراوغات السلطةF caev sé كل ال gol فى قيس سعيد ذونك الحديث عن السلطة هو مراوغة وضحك على الذقون السلطة весь ال١لطر في القيس سعيد في البلاد كلها طوا ض Light وقايس سعيد يحكم فى ضيعة هو يحكم فى القضاءة يقوم فى الإدارة يقوم في الأمن يقوم فى الموليس يقوم فى العسكة و максим سك Hureks احكوا فى قوم قوم دونك هو في قرطاج غير شرعي غير قانوني داس الدستور داس القوانين قام بالانقلاب ضد الدولة حطم الدولة هو ما عنده حتى مشروعية غادي ورغم ذلك يحكم في كل شيء دونك ما نجموش نكلم على قضاء هذا يضحك على الضقوب نفاق كذب لا هو وجود ولدي ورفاقه والمججونين في المعتقلات المتعق للصعيد هم مججونين سياسيا لانه قيل صعيد يحب يستفرد بالشعب باش هيخرف له في الليل اللي يحب يسمعوه المشاكله ما يقول يتكلمش عليها لا يتكلم لا على الأسعار لا على التعليم والبائس لا على الصحة المفقودة لا على السكن المتخلف لا على النقل لا على الزيت لا على الماكرونة لا على الفلاحة يكلم فيهم على الفساد يوهم في الناس قيل صعيد هو اللي يتهم ولدي قال مجرم يديهم لطخة بالدماء فاسدين متأمرين معناها أوهم العالم بقضية مفتعلة ادعاب الباطل ايهان بجريمة ومن ذلك الوقت ولدي واصحابه ورفاقه والبقية في السجون دونك معنا السلطة من الخور أن نتحطوا على السلطة أولاً جماعة النهضة هم توازن أبعاً جداً كي مجمعات السبسي كي مجمعات النداء كي مجمعات التجمع كي مانا وانتي هذا أولاً ساعد ثانياً في السياسة ما تماش صديق دايم وتماش عدود من خصم دايم ثالثاً إحنا عندما قفنا ضد النهضة ضد سياسة النهضة ضد سياسة السبسي لأن النهضة عام ونصف راي نبقي لكل ولاتة تسلك فيها مع النداء فإحنا كنا ضد أخطاء السلطة آنذاك إحنا دايماً كنا كونترو بوفوار السلطة مضادة عندما أصبحت النهضة في نفس الخندق متاعنا ضد الانقلاب نسبوهم ناس مناضلين اكتشفت أنه مئات مش ما نقولش أكتر مئات مناضلين بالمجد ويدافعوا معي على ضد الانقلاب ويحبوا أن نحيوا الانقلاب ونرجعوا المسار الديمقراطي ورجعوا أحلام الشعب التونسي حبوا نحقوا أحلام الشعب التونسي كناكا واحد يقول لي أنا معاكم يقول له لا أنت تخى كلام هذا ما هو السبسي جاء معنا في اعتصام برض ما هو إحنا عملنا ما هو جوهر دعائل اعتصام برضو اثنين وبعد خمسناشط اليوم النيداء خلط علينا وإحنا كنا نعرف وكونوا نيدها مش هيخو السلطة لأننا احنا غير قدر لاحنا طالبين السلطة ولإحنا قدرين مش ناخد السلطة عارفين كونه نيدها مش هيخو السلطة ونيدها وقول لي حطنا في الحبس قبل بايجي قائد السبسي كان وزير الداخلية وحطنا في الحبس قبل النهضة ما حطناش في الحبس رغم اللي سبيناهم وكنا فيهم أكتر من يتسوع ورغم ذلك وقل كنا في السلطة ما حطوش ولدي ولا بنتي في الحبس ما حطونيش أنا في الحبس لا من المعقول من الفهمش كيفاش تقولي كيفاش جماعة النهضة معا شي طبيعي كيفاش أنا من جمشو نكون مع جماعة النهضة وكيفاش جماعة النهضة بيكونوا شماعي كما البقية الأخرى كل مهو ضد الانقلاب هو في نفس الخندق معايا وانا معا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة